الأهل هيلعب بكرة إن شاء الله في طنجة أولى مباراة الساعة 9 بتوقيت القاهرة مع أوكلاند سيتي في مباراة هتبقى هي الأهم زي ما قال الكابتن الخطيب اللي لعبتم بارح في اجتماعه بيهم انت هنا بتسمع التاريخ يعني شوف النهار ده احنا بننزل صور وبنشوف صور للأهل اللي أيام ما كانت بيروحوا كاس العالم في سنة 2007 و2002 ما عرفش وكان مع جوزي حوريكوا صورة لعبت الأهل فيها بركات وفيها يعني لعب نجوم من النادي الأهلي وتشوف الكرافطة اللي هي اللي بصوا اه ها دي بقسة النادي الأهلي كتراحى اليابان من ضمن بطولات كاس العالم للأهل اللي شارك في النادي الأهلي برضو زي مواحد وقتها ده كان شياكة وحاجة ايه موسيمة يعني يعني ما تبصلهاش دلوقتي ده كان وقتها شياكة و ايه موسيمة إنما يظل تظل صورة زي دي تاريخية فالأجيال تصنع التاريخ يعني انك تروح كاس عالم ده تاريخ إنك تكسب مباراة في كاس العالم ده تاريخ إنك تتخطى دور وتروح الدور التالي في كاس العالم ده تاريخ إنك توصل سيمي فاينال وتقابل ريال مدريد انت بتصنع تاريخ أنا لغاية النهاردة تقول مثلا كان فيه لعيف الأهل اسمه صندي يقولك آه لي جاب جول في ريال مدريد بس ما عملش حاجة تانية في حياته مع النادي الأهل جاب جول في ماتش ودي لريال مدريد أنا في مصر لما كان الأهلي بيحتفل أعتقد بمرور 100 سنة عليه أنا أقولها حاجة الجول ده اللي جابه صندي ده هو التاريخ بتاعه جاب جول في ريال فما بالك وانت بتلعب إنك ممكن توصل تلعب مع ريال مدريد في سيمي فاينال كاس العالم ده اللي قاله كابتا خطيب للعيبته قالك انت سيبك من الفلوس وسيبك من من القادة هو لما كان راح يقعد مع اللعيبة كابتا إن طبعا النجم المحبوب أسطورة الكرة أو من أساطير الكرة المصرية كابتا المحمود الخطيب وهو بيتجع عشان يقعد مع اللعيبة بتاعته وهو بيدلعهم ولا بيشتمهم ولا بيعمل فيهم مشكلة ولا أي حاجة ولا بيتهمهم بأي اتهام الرجل بيقعد معاه وبيرفع من روحهم المعنوية وبيقول لهم انتوا هنا عشان تصنعوا التاريخ سيبك إن احنا في بلد تانية وسيبك من احنا يعني بتلعب مادش ممكن تاخد مكافئات كتير ممكن تجدد عادك بفلوس كتير إنما التاريخ لا ينسى التاريخ لا ينسى انت بتصنع هنا التاريخ وديك رسالة مهمة جدا لكل اللعيف في النادي الأهلي انت موجود في المغرب لصناعة التاريخ لعبة المغرب شاركت في بطولات كتير وهل حكيمي مثلا أشرف حكيمي هياخد مكافئة في كاس العالم زي اللي بيكسبه من بريس سان جيرمان ده ولا تيجي واحد على خمسين من الفلوس اللي بيخدها من بريس سان جيرمان لما نجيت قولي تاريخ أشرف حكيمي بعد عشرين سنة هيقولك أنا اللي خدت مركز رابع كاس عالم فهذا التاريخ اللي هو الأهم واللو رهن عليه الشناوي يظل يصنع التاريخ لما جاله عروض احتراف في النصر السعودي وفي ويجن الإنجليزي ومبارح الكلام الجميل اللي تقال لمحمد الشناوي لما احنا قولنا احنا هنا قائد الوفاء وبشكر جمهور النادي الأهلي اللي حط الهاشتاج اللي عملناه ترند مبارح قائد الوفاء الشناوي هو قائد الوفاء ليه؟ هو الراجل بيصنع تاريخ يظل طول الوقت يصنع تاريخ أه بيشتغل وبيكسب فلوس وعاش كويس الحمد لله لكن التاريخ ده شيء لا ينسى